لكن أكرم كتب على الانستجرام ممكن برضو نوصل رسالة أكرم وبقول الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا ثانيا في ناس بتقول إن كهرباء سبب الإصابة مفيش حاجة اسمها كده مفيش أي التحام بيني وبين كهرباء ده قدر وتاني قدر يعني الرجل بيأكد على إنه قدر والقدر ما فيهوش مفر وأنا طول عمري عارف إن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن قدر ربنا وعن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله ومشاء الله فعل ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت علي واللي كان نفسه يسأل علي يعني قلوبنا بتدعي ليك يا أكرم وكل بني آدم سوي يعني رياضي أي أن كان انتماءه وعارف كواس قوي إن أصعب لحظات بتمر على لعب قرة القدم أو أي لعبة هي إصابته هي حرمانه من إنه يعني يؤدي واجبه وده مصدر دخله والأمر بيكون كمان يعني لما الإصابة تبقى أكبر الموضوع المفترض يكون فيه رفقة أكتر من كده خلونا أقول لكم إن جماهير النادي الأهلي هي كمان قادرة تسأل على أكرم توفيق وده دور لا يمكن أبدا يعني أن يفوت جماهير النادي الأهلي فشاركونا على هاشتاج ادعم أكرم توفيق هاشتاج على تويتر إن شاء الله هنعرض رسالكم دي خلال البرنامج وبإذن الله توصل لأكرم توفيق أهلاوي زملكاوي لو أنت شايف أن أكرم توفيق بعد الإصابة التانية محتاج دعم ادعم أكرم توفيق وإحنا هنعرض رسالتك هنطلع كده ونفكركم بحالة من حالات أكرم توفيق في الملاعب وبعدها نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل والأهلي خطح